في إطار فعاليات معرض الكتاب بنقابة الصحفيين عقدت النقابة مؤتمرا صحفيا لكشف وقاعة تحريد الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني عرض المؤتمر الفيلم الوثائقي فلسطين ما وراء النكبة الذي أعدته قناة الوثائقية لفضح جذور جرائم الإبادة الجماعية ضمن فعاليات الدورة الأولى لمعرض الكتاب بنقابة الصحفيين عقدت النقابة مؤتمر صحفيا لكشف وقاعة تحريد الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسؤولين بحكومة الاحتلال حردوا وما زالوا يحردون على إبادة الشعب الفلسطيني كان عندنا مؤتمر صحفي مهم أن تأديري هو من خلال تحريد رصد كل التصريحات قادة الحرب الصهيينة ومجرم الحرب الصهيينة على امتداد عشر سنوات كلها كاشفة عن طبيعة هذا المشروع وطبيعة الفكر المتطرف وطبيعة الدولة الإرابية وليك دائما مسؤولية بيحرضوا على الإبادة الجماعية ولذلك جزء من هذه الدعوة الدعوة لمحاكمة قادة هذه الدولة أمام المحاكمة الجنائية الدولية وبيستهدف فتح هذا الفكر القائم عليه هذه الدولة هذه محاولة التحريد المباشرة وأعتقد لابد من الاتقاط هذا المجهود من أجل الذهاب إلى تأطير وتجدير هذا العمل ضمن الأطرق قانونية ودعم الحراك السياسي والديبلوماسي والقانوني العربي المشترك وطبعا في أوله الجهد الفلسطيني في هذا الإطار من أجل ملاحقة مجرمي الحرب وعدم السكوت على هذه العربدة السياسية التي يقوم بها هذا المحتل هذا المؤتمر هو بالغ الأهمية في جزء مهم متعلق بتوسيق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بحرب الإبادة في غزة هذا التوسيق هو توصيق جيد جدا ويفيد بدرجة كبيرة جدا في الملف القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية لاستظهار نية الهجوم أنه كان بغرض الإبادة وليس بغرض فقط ارتكاب جرام حرب وجرام الإنسانية وبالتالي هو توصيق بالغ الأهمية وخلال المؤتمر كشفت النقابة عن هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسؤول الاحتلال بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولية وعقب المؤتمر عرضت نقابة الصحفيين الفيلم الوثائقي فلسطين ما وراء النكبة الذي أعدته قناة الوثائقية وأعقب الفيلم ندوة حول العمل الفيلم بيعرض وبيقدم جزور القضية الفلسطينية خمسين سنة من مقتمر بازل ١٩٩٧ إلى إعلان قيام إسرائيل في ١٩٤٨ هذه السنوات الخمسين نصف قرن من جريمة مكتملة الأرقان لسرقة الأراضي الفلسطينية والاستلاق على حقوق الشعب الفلسطيني فعاليات اليوم الحقيقة أن فلسطين هي ضيف الشرف لمعرض الكتاب في نقابة الصحفيين واليوم الحقيقة مشحون بفعاليات كثيرة جدا لكن أهم هو في عرض فيلم عن النكبة الفلسطينية والحقيقة النكبة الفلسطينية لسادة المشاهدين أكيد على علم لم تبدأ عام ٤٨٨ لكن بدأت عام ١٧٩ لما جه نابليون على رأس الحملة الفرنسية وأراد إنشاء دولة لليهود في هذه المنطقة تسعى نقابة الصحفيين من خلال فعالياتها المختلفة إلى فتح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل حيث تعمل على إعداد ملف كامل عن هذه الجرائم وحمل لإدراج هذا الملف ضمن ملاحقات قادة الاحتلال في المحاكم الدولية أحمد الحسيني التلفزيون المصري